تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار خلال اللقاء اتفق رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15.20% من الغد ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطرة شدد مدبولي على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئاسية ما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية كما واجه رئيس مجلس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء وذلك للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلسل التجارية نحن عندنا فرق المتابعة بتاعت المجلس تنتشر وبالصورة تجيب لي من الأفرع بتاعت السلاسل كلها على مدار اليومين تلاتة الجاية يتقال لي ده فرع كذا في المدينة الفلانية أدي الأسعار فرع ده أنا عايز تقرير كامل بالصوت والصورة على مكتبي على مدار اليومين الجايين نزلوا الناس كلها من بكرة ويتقال الأرقام أقل تخفيض حيبقى إيه وبنسبة قد إيه ده أقل حاجة والكلبة اللي حضرتك قلتها أنا أنا لو عليا حقول لك ما يقلش حالاتين إنما أنتم حضركم تقولوا لأ نبدأ بخمستاشر عشرين خلاص أنا حمشي مع اللي قاله أحمد بيه إحنا حنمشي متدرج لغاية ما نوصل للعيد نوصل للرقم اللي انت بتتكلم عليه ماشي لكن من بكرة ألاقي خمستاشر وعشرين فيلمية تخفيضات بتحسن